اشتركوا في القناة دبي كوكب آخر على كتر المدى والضايب في حضرة حسنها الساحر لكم يضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر على كتر المدى والضايب في حضرة حسنها الساحر لكم يضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر هلا يا كلها العالم في دار تختصر عالم وقال بصبها العالم دبي كوكب آخر بها لقلوب تتفيى ومنها الليل يتضيى لأنها دانة الدنيا وعشق ما له آخر الرجال هي اللي تصنع تصنع المصانع الرجال هي اللي تصنع سعادته الرجال هي اللي تصنع حياته الرجال اللي هي تصنع حاضرها ومستقبلها ترجمة نانسي قنقر عبد الله راشد عبد الله بن قيوس الشحي مواليد الف وتسعمية وخمسين رئيس جمعية الشحول الثراثي وطني في أبوظبي ومؤسس متحف عبد الله راشد بن قيوس في منطقة خط وكذلك أسسنا استراحة عن خط السياحية هذه استراحة أنا استراحة سنة الف وتسعمية واربعة وثمانين والله كانت البداية في الفين وثلاثة جميل الحمد لله أنا طبعا كنت قبل شغال على السيارات بيع السيارات وشغلتها توجهت اللي شغلت العقار فشفت أن العقار ممكن أفضل شيء وبدأت أتحرك على شغلة العقار والحمد لله كبداية كبروكر يعني أو دلال خارجي بعدها حبيت أني أطور نفسي قلت أفتح مكتب تحول إلى شركة والحمد لله التركيز في العمل وأساس النجاح نحن عملنا يعني مجهود والواحد إذا ما يتحرك في شغلة واستحيل إنه ينجح فالحمد لله ثابرنا في العمل اشتغلنا وصدنا من أفضل الشركات العقارية في أجمال أفضل الشركات العقارية في أجمال أنا من أفضل الشركات العقارية في أجمال 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 يجبني أي نساعته ويصدنا think أنا درويش إبراهيم من إيران 30 سنة صار لي في الشركة ومدير الشركة هنا الخامات اللي نستعملوا كلها يابانية أصلية والكريستالات كلها سوارسكي من أستوريا من نمسا والفروء اللي عندنا هنا بالإمارات هي فرعين من 91 بلشنا هنا في الإمارات وفي السعودية خمسة فروء بلشنا فيها من سنة 85 في مكة المكرمة إن شاء الله موسيقى 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 أصبح مركزين و أصبح أهل الشيخيس و هي المجرسة والجمناة بيوتى لعنج. أنا من الإرام و وقوى إلى دبيت في عام 1999. حسناً قبل، أحبب أن أعطاء في عجلة وفقية أصبح جداً. وأخذت هنا، وفققيتي وستطيع وقوى عددًا، وقت أصبح أصبح أجل وفقية أصبح باردًا. ثم أعتقد أن أعتقد أن Dipدي وفقية أصبح 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 مركزين وفقية أصبح ويبتعتني لأشياء بزناء في ديوتي و ميقب مجرد من أجل ممتازن نيراج كمار ويأتي هنا في 1996 كانت لعبة السمرة تجربة لم أكن لديل ذلك كنت أدري أن أصدر مرة أخرى في هذا الملح لكن هذا هو حيث الرحيز يحمر أعني جداً بحاجة الناس ويحطبت الأشخاص بحاجة أمتلكم هذا كانت أجابي لنذهب من هكذا موجود من المنظمة من النبوك في المنظمة إلى الدنيا مجموعة من الدنيا وبدأني أصبحت من الدنيا أصبح أصبحت دون نبوك في المنظمة أنا هيسام عجمية، صوري جنسية، جيت على مرات من أكثر مع 20 سنة تقريباً، سنة الألفين، بلشت كموظف عادي، اجتهدت، وشفت اللي قابلي فعلياً أنه اجوا اجتهدوا، ولما قدوا يجربوا مبلغ بسيط، مو بيكبروا، وقدروا يكبروا يوم والأيام ويعملوا بيزنس، فحطيت هدف لحالي وشفتهم هني كأشخاص نجحوا بهذا المجال، أو نجحوا بالخطط اللي حاطينه، لأنه حاطين خطة ووقت لا يتحالي أنه ممكن أن الديار أعمل نفس الشيء أنا وأكبر يومي الإيام. موسيقى موسيقى So my name is Samir Vaya, I am the managing director and the founder of Mortgage Simplified. I am the third generation here in the Gulf. My grandparents came to Bahrain, probably of my age. They settled, my father was born in Bahrain, I was born in Bahrain. We come from a background of jewelry manufacturers. However, I had the passion of finance and banking and that's where I thought of going ahead and exploring other options. I saw UAE as one big country of opportunities, right? So in 2006 is where I came into Dubai. I started my career off with one of the leading banks. After working with this bank for several years, offering home finance or mortgage services, I then joined a consultancy company, giving more independent advice as to which is the best bank, which is the best product, how I can help you better identify and help you in terms of assisting on the mortgage services. Then it was the year of pandemic 2020. It was a scary situation for everyone. But UAE handled the situation very well, right? So I had the time during COVID to reflect and plan. And I decided, why shouldn't I not have my own company? So on 10-10-2020, right? The year of pandemic when everyone was scared and everyone didn't know how the vision of the next few years are going to be, I saw an opportunity. I started off my own company, my own mortgage consultancy company. And from there onwards, it's been a purely a success story. We've been doing well. The market has been doing well. Property prices have gone up. More investors have come in. It's become the land of opportunity in literal senses. So that's a little bit about where I came from and how it's been in Dubai. The market is a very small. The market has been in the Dubai. Yes, in the mai's. You know, just then Japan has come in, and you start off. and you start to get that city and you start off. It's been in the Dubai. But the city has changed, you start to get that city. بدأت فيها حوالي ثلاث شعليهات وسوينا بها قريب منها بقالة لكن الحمد لله تغطي بجهودنا الشخصية مش دخلنا فيها مثلا بالاستثمارين ولا اي شي لكن كانت المنطقة الحركة كثيرة عليها وتزيد بازدياد ما تحصل لك المكان هنا كل الأماكن محجوزة الأفلاج معين خط تمشي مثل الوادي طبيعة النخية للأشجار أنا حيدي والله مرت أيام السيارة لم تمشي وين هنا بالسيح الغربي خط السيارة إذا رحت تمشي حتى ما تشوفهم من العشاب فوق مغطاعة هي والله نعم طبيعة كانت لكن الحمد لله هذه حال الدنيا الحين نحن طورنا فيها الاستراحة وبنيت أنا حوالي ثمانية وعشرين غرفة وفيه ثلاثة مجالس صلاة هذه الصلاة قبل يقولنا هذين برنامج اليوغا كانت يسوون فيه احتفالات غير ملاد اللي بيسوي احتفال اللي بيسوي عزيمة أنا بروحي شخصيا نفس الشي إذا أنا ناس هنا بأدات كبيرة من الشيوخ من أدات جهات يعني فالغرف موجودة الأحواض فيدينا حوالي ثلاثة أحواض حواضة هناك الرئيسة اللي نحن نشوف فيها نشوف فيها كلور الماء ما يخرب لكن الماء كبريتة بالأساس وأدنى لأين هذه اللي حين هذه الجاكوزي بالاستراحة اللي نحن فيها حاليا هذا يشل حوالي يمكن ثمانية أشخاص لكن المياه كبريتية ونحن ما نحط فيها كلور أو أي نضيف له أي شيء لا ماء طبيعي فالحمد لله يون كثير ناس استفادوا منها اللي يعني مثلا أمراض رماتزم حساسية مفاصل الحين سبحان الله وخاصة منية الكورونا الآلام زادت كثير يعني فنحن أيون أدنى هنا ويستخدمون المياه هذه شكرا لعلم تقميم أولاك من جانب الآخرين ونبدأ في صحصلنا ن حتى مبقائنا من الملطقة أنه مبقائنا وليس أو أصبح جلس أشخاص ونأس أشخاص بعمل مما أشخاص وأخذ من أشخاص أصبح جلس أشخاص ونحن تم عجل من المنطقة والمناد أخرى لك الرائحة نفسه لم يكن بعمل بشكله من يال finalmente في حالة أيها الأمر أточينا بسبب Ble hebben الموده المقصد متى نال through低 موال福 Seyων التعني لم نبغي ال까be بدأ排 است Galilei επιفuelle عند ن 주�its سيستيقب مسبinkles والدي لف örليميذنا هناك ومن خلاص بقعد أسف 동안 يتربح من نكمل لأننا تدريًا لهم يعطينا نساعدنا جميعا نتطورها أخرى لدينا عملها تنظر المعركة والجلسة التكتنية ونعم نعمق على هذا الجهد منذ المعارض المثال لن تجربه من الكثير من المسخدمات ولكن كما تعمل على الوصف لدينا أكيد عن كيف يعمل ونعمق على الوصف ونعمق على هذه الأشياء ونحن نعمق على هذا الجهد ونحن نعمق على هذا الجهد هنا شغلنا الأساس مع النساء يعني بشكل عام هي عبارة عن عبايات نسائية وشالات وفي عندنا كمان السجاد اللي هي الصلاة اللي هي تريمات وفيها منه ميموري فوم اللي هي مع السبونج وفيه العادي يعني وفيه الأحجبة كمان وفيه النقابات وما يشمل اللبس الإسلامي طبعا اهنا عندنا خياطين خاص لنا والخامات كمان نجيبه من أجود الخامات الموجودة في السوق ومن خارج البلاد يعني XTL was founded in 2012 the objective was to give the clients who are enjoying the marine side the best services because I have been to Europe and other countries and I saw the standard of servicing so it was always it was like a vision of His Highness here to bring more tourists when the tourists are coming here and they establish themselves in their relevant fields and they bring their hobbies here and marine is one of the you know key hobby in their lives because they are surrounded with seas and all so they come here they expect the same services what they used to get in Europe so my vision was very clear to offer them similar kind of services so I travelled a lot in Europe to understand what kind of services so in 2012 when we established I did all my homework that what kind of service objective should be in this country the salon look-up is a spa and in the other parts and a lot of other things but the salon look-up is a perfect thing but the salon look-up is to provide service a great service يعني ما مخلي ما مخلي الزبون مسلا يطلب شي مسلا يكون ما عندي يعقى مسلا حياتيك مسلا مسلا كأصات كصبغات كتير مهمة بهذا الوقت الحين وصولنا كتير في ناس تحب تعمل صبغات شي فاني فانكي أكتر يعني شي غريب بشو يتميز صالون قدتلك بالبداية الكواليتي طريف التعاون مع الزبون المضافة الموظف اللي عم يشتغله يكون شخص يكون قادر يقدم له يعني للكاستومار كواليتي اللي هو طلبها هذا أهم شيء موسيقى we are a mortgage consultancy company now when it comes to clients who want to buy a property here there are several banks all these banks have various products right so identifying which is the best for them is a cumbersome exercise you look at around 18 banks that are there if you take all the products together you're looking around 1800 to 2000 products that you have to go through so I help my clients understand and identify which product is the best for them based on their requirement and their profile I narrow down on to which is the best product in terms of home finance for them I help them save interest I save their money in the form of discounts on valuation fees processing fee except everywhere apart from saving them the time of you know researching and finding out which is the best product for them amongst all these banks and plus buying a property here is is a lifetime worth of investment going in it's a big decision if you have someone who's gonna handhold you through the process nothing better than that so I give them that peace of mind that I'm gonna be there for you I'll take you through the process and I'll guide you through proactively preparing you at every step making sure your home finance your property your purchase has been taken care of so that's what we specialize in purely mortgages in the future of Allah in the world I'll tell you in shah Allah in the other countries I'll tell you in shah Allah in the world I'll tell you in shah Allah مرينا نحن في الفين وثلاثة الى غاية الفين وبداية الفين وثمانية كان في ركود صح؟ الفين وثمانية في الفتاعة صار حركة جيدة صار معانا الفين وثمانة عشر بداية شوية هدوء دخل علينا كوفيد نايتين في الفين وتسعة عشر صار الركود لكن الحمد لله اقول لك المسيرة مستمرة يعني السوق رح يتحرك ورح ي رح يكون أفضل من العوام التي سبقت رح يحب الحمد انا أقوم بذلك مرحباً بوم بعمل مركز رقمياً كما انا لدي تسعيل عظيمين حقاً بعد ما اشترك لتسعيلة حقوق كان من الأنبار قد كثيراً لأنها قد كانت بفرصة الأولى سنتảiال لأكدل في المنظمة أمر في المنظمة حسنًا فأنا أريد أن تحب في المنظمة أمر في المنظمة وأنا سوف أعطيها طريق مرة لأنه ليسوا قد messagingها لأنه نعم الأمر لنعم لذا فترة الطابق لنعم لأنني لا تهيئ بقال لنعم لأني لم والتعامل لأنني لدينا مستخدمات كما تحتمز لنعم لدارة الان على الهدل للذين لنعم لك؟ في الانتفال بأس جدًا لأن تعمل انت في الهدل وإن لك اثار التواجزة والشيئة فهو التدار بيزن لكنها اجتبت مستدامة المعارضة تستطيع الوقت. لا يوجد الوقت. واحدة تستطيع الوقت والمعارضة تستطيع الوقت. لذلك لديك الكثير من المعارضة لتعمل. هنا نحب أن نعطي أكثر من المعارضة للزبائن ونفتح للمراكز الجديدة. وكمان عندنا زبائن خاصين من جنوب أفريقيا، من لندن، من ألمانيا، من أمريكا، حتى من فرنسا فيه. وشمال أفريقيا كمان عندنا من تونس، من جزائر، من مصر، والمغرب حتى كمان. نحب نفتح ونعطي أكثر خدمة للزبائن. لكن الفترة الأخيرة التي هي من سنتين الماضين، هي فترة الكورونا، أثرت شوية كثير على المؤسسة بشكل عام. خاصة السعودية كانت سكروا بمدة أشرة شهور تقريباً. فهنا الحمد لله استعدنا الفترة هاي وتعدينها بالحمد لله بالسلامة. وبس الشيء الذي سوينا خفضنا المصاريف بشكل عام. فالحمد لله مستمرين. موسيقى 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 لدينا مجرد من المجرد والمجرد من المجرد نحن نحن نجمع للتعامل في المنزل مجتمع بالناسبة الفوضي كانا سيكون في سيدي قناة مع المترح الفيديو من المول إليك و أيضا شكرا مع المترحة و لتقجرد الى حتي مع ال آمري إذا ترى أن XTL تصبح مجردًا لا تصبح مجردًا نحن 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 süحرب كية المنزل إن شاء الله يكون فرع وثنين أو ثلاثة يعني أنا متأكد تماماً من هذا الكلام لأني حاطت الهدف اللي حطيته بالبداية أنا أنه مثل ما خبرتك المحل الأول والثاني والثالث أنا حطيت براسي أنه يكون لكب يكون له فروعة اللي بيخليك تكبر مثل ما قلت لك بهذه البلد هون أنه اليوم الناس ما ترفض الفكرة الجديدة والحلوة طار ما أنت بتعطيها هذا هذا الباصل موسيقى Well the sun is shining the brightest in this country right now both in literally and in terms of opportunities right so this country has has been you know under the great leadership the country of vision and those visions have come true yes this country has pretty much everything that can take anyone through the walk of life it has a sense of security it has the infrastructure it has the opportunity so with the recent announcements of the golden visa long-term residency retirement residency plans I personally feel this country Dubai as a whole definitely is a place of opportunity so I personally feel from here onwards our company will grow as as a community we will grow as a country we will grow Al-Nahdi Omar nim al-Nahdi form a city michael go of al-Nahdi Oscar takeworking muxna comes to the chief of justice By thesource ब Louis al-Nahdi dependencies I will basically get married W哎 maat I will shoot you So happy mon- amable воспасть Al-Nahdi Holiday Al-Nahdion Al-Nahdi Wanya Al-Nahdi 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 المسلحة وأهن شعب الإمارات مواطن ومقيم وأهن الشعوب العربية والإسلامية والصديقة وندعو الله أن يحفظنا دولة الإمارات وأن يدوم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يبعدنا عن الفتن وشر الحروب وشر الأمراض ويدوم إن شاء الله الأمن والأمان والتآلف بين كل شعوب الأرض نقدم الشكر والعرفان لأصحاب السمو ولسمو الشيخ خليفة ولسمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد والحاكم الإمارة عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي ولجميع شيوه على نعمة الأمن والأمان الأمن والأمان هذا هو اللي نعتبرها الاستقرار النفسي للمواطن والمقيم أنت اليوم لما تكون في أمان يعني نعمة ما يعرفها اللي فاقدها والحمد لله والحمد لله رب العالمين شيوخنا هم قصرين دائما يعني سباقين للخير والحمد لله نحن نتكلم عن نعمة الله سبحانه وتعالى على الأرض الإمارات تعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض نعمة نفسه من المنزل هم المنزلون كل تخبونا المنزلون لنهتم جميع المنزلون هم تخبوه منهم فهل ممتع في مقدار وهو اعطا لله لأنه جميع المنزلون لكذا هذه الشيخ المنزلون ليس فقط عشرة لانه قبل المنزلين المنزلون من ممتع فيه وهم يخبرون بشكل يمكنك إيجادة ومع المواصلين على كل مجال يجب إليك لن chỉه على فقط من أحد 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 يمكن أن تشفز محلات ولكنه يحدث عن الممارات وهذا هو في عامة على ايضا وكيف ترغب الناس فإنه كل شيء فرصيح كل شيء فرصيح لا يجب أن يكون محلط في الواضع أي أنهم المؤمن يكون المدين كل شيء يكون محلط في الواضع وهم جميعاً جداً وهم جميعاً وهم جميعاً للمدارة وهو الأمر الأهمية، وهو شيئاً ما يحصل على المدارة وأنا متأكد أن المدارة ستتكلم على هذا هنا طبعاً الدورة الأمارات غني عن التعريف من الشيوخة، من أبناها، من مواطنيها وحتى الزوار الموجودين والمقيمين بشكل عام والاستقبال والأمن والأمان الموجود فيها وكل واحد اللي بيسكون هون بشكره ويحب يقيم لمدة أكثر ويحب يتطور نفسه هي الأمن والأمن الموجود فيها وانتو لو تروحوا أي بلد في البلدان الأخرى في فترة المسائية قليل ما تشوفوا أولاد صغار بيلعبوا برا أو يتمشوا فمن هيك البلد فيها استقرار وعمل والأمان من كل النهي الحمد لله وواحد لازم يشكره ويشكر ربه ويشكر شيوخ المقيمين والمشؤولين على القائمين بالدولة إن شاء الله بالطبع 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 وعندما يجب أن يكون جدًا جيدًا. وفي النهاية ، لدي أصدقائي للمشاهدين من هناك أن تقلقوا بشكل جيدًا ونحن لا تنسوا على المشاهدين. يجب أن أشكر كل المعارضين من هذا المنطقة. لأنها عظيمة جميلة. أعلم أنهم يشعرون على المجتمع. أعلم أنهم يشعرون أشخاص كنا. وهم يشعرون أشخاص في نفسنا. نحن نقوم بأن هذا المنزل سيكون هذا المنزل سوف يتبقى ويجعل الله يبنى كل المعارضين بمساعدة جيدة ويبنى أن يكون لدينا مستوى المستوى في هذا المدين وأنا سأبقى لهم في داخل الدولة المرات تحس أن المؤسسات المعمولة بكل أنظمتها مثلا كدائرة اقتصادية تجي قطرح عليهم فكرة بيتساعدوا معك ويتساهلوا معك كل شيء اليوم صفيان أونلاين تقدم الطلب بيكون سريع كانت دارة اقتصادية صراحة كيمتساهل معي ومشكرهم جدا كانوا سريعين جدا بكل طلبين تقدموا إنه سنة من المستوى ويجعل هذا لا يمكنه من المستوى بسيطة المملكة التي تحصل على هذا المدين فهي ملتحمة جدا تقتل مع الناس تحتموى منهم تحتموى من أكل مستوى تحتموى من التقاري سيئة هذا أولا موصل جديد يجب أن تحصل على كل جديد هذا كيف يحصل على الواضح وأنا لامشفت من behalf ولكن هذه المعارضة الفيحة في التعليمات الإشتهاب الصموم ليست فقط مصر الشخص لكن يششعر السياة وأنا ممتلك إلى كل جميع موصل في الطريق هلا يا كلها العالم في دار تختصر عالم وقالوا بوصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كث المدا والضاي في حضرة حسنها الساحر لكم يضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر على كث المدا والضاي في حضرة حسنها الساحر لكم يضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر هلا يا كلها العالم في دار تختصر عالم وقالوا بوصفها العالم دبي كوكب آخر بها لقلوب تتفيه ومن هالليل يتضيه لأنها دانتو الدنيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر